ابدأ ان جميز طلع في المؤتمر الصحفي قال قدمنا مباراة جيدة وكذا واللي السحوات كان معانا انا شايف انا بقوله لأ الزمالك مقدمش مباراة جيدة ممكن انت عملت رهان حنجاوب عليه يوم الحد اللي بعد اللي جاي اذا كان رهانك نجاح وقال لا حد الجاي بقى خلاص لما هو الحد الجاي واللي بعدين ايه وطبع وماتش من 180 دقيقة لكن النهاردة الزمالك مكانش جاي ازاي الزمالك تعال نشوف محاولاتنا الزمالك تول اللقاء سريعا مفيش الزمالك عمل محاولتين فقط على المرمى انترجت حسيني ده بقى مش شعر بيت انه ما محاولتين اصلا مرش انترجت اللي هو اللون البنفسك ده اللي هو ده والباقي ده كله برا وحتى المحاولات اللي برا والبلوك ده ضعيف اللون اسمه بنفسك واحيان بتقول عليه موف والناس الجديدة بيسموه بيربل ايه طبعا البنات هم ريبوا عارفين الاسباح فالزمالك حتى محاولاته كانت قليلة حتى اللي مش برق مش على الجلق وش قليلة انا عايز اقولك انه جميز نفسه طول الماتش قاعد يقارر تاني الحركة اللي كانت بقول له مجميل الزمالك شوت شوت تعال نشوف كده هو قاعد يشاور مرة واثنين على فكا جميز بعمل حركة دي كتير يعني هو بيدور ده مع مهاجم الزمالك بيشوت مفيش حد في مهاجم الزمالك دي كل شوية سيف اعدل وشوت هنا حتيجي دي الاشارة دي على فكا عمالها في ماتش دريمز عمالها في ماتش الالي في الكاس وبيعملها وراجل بيفتقد المهاجم الاجرس في عجون مجميل زمالك صفت قوي يعني النهاردة الجزيري برضو قدم مباراة ملهاش معاني ونصر منسي نازع نعمل نفس الزمالك دي عافية دول لقطتين يعني هو راجل طول الماتش قاعد يشاولهم شوتوا شوتوا اه مفيش مانا بقول لك هو طالع يقول دي احد اللقطات واللقطة التانية برضو سريعا بعشان من ضعش وقتنا يعني نفس اللقطة دي هتتكرر هو انا بتكلم سيف هو بيقول له روح وشوت دي لقطتين الناس من كتر وعافيك عمالها في ماتش دريمز وفي ماتش الالي في الكاس كان بيشاول ناصر منسي وبيقول له شوت في مشكلة تعال بقى واركي المحاولين بتوع الزمالك اصلا اللي محسوبين محاولتين على المرمى عاملين ازاي ده حاجة كده محدش يفتكر ان هاني سليمان تصد اي شيء يعني بص دي المحاولة دي يعني من عبدالله ناصر منسي اه دي المحاولة يعني تخياني دي المحاولة بتاعت الزمالك وتفسير لكلماتك اه ودي المحاولة التانية برضو بص هنا دي المحاولة عافيك بقى انا مختلف مع كابتن جاهد جريش هم اربعتاشر ثانية انا عدتهم وحسبناهم فوق مع جلال اربعتاشر يعني طبعا ايه ما دولار اربعتاشر ثانية بالزبط يعني اربعتاشر ثانية وهو مسبوح له بست سواين اه يعني واللي زاد وغطى هتبقى معنا ما نتكلم عن متيابة ان الهاني سليمان عمل نفس اللقطة في شوط الأولاني وجمول زي مالك زام علي حيعد البشار الثانية يعني قعد البشار الثانية برضو مسك الكورة وما بيدعبهاش انا عارف ان اللجوان بتتجاوز ست السواين بس بتجاوزهم بسبعة تمانية عشان كده الهاني سليمان ليه تصريح الظريف في الجول كان نزل بيقوله ان انا سألت محمود البنة انت ديتني انظر ليه حسبت على ليه قال له انت ما انت عددت اكتر معاش هالسواين قال له طب انت ما صفرتش في الثانية السابعة ليه الحكام في التقليدي انا متفق معاك بتسيب الثانية السابعة والثانية بس ما يبقى لعيب زي الهاني سليمان مسجل سواي بقى اصلا مسجل الخطر مسجل سواي تضيع وقت يعني ايه طبعا طبعا فدي بتد الإحساس اما بتزودها شوية وجمول زي مالك زي مالك علي في شوط الأولاني فدي بتأك تعالوا نشوف متيابة اللي هو احد رهونات جميزي النهاردة كان عامل ازاي في الملعب وهي فيها اللقطة اللي بتقول اني سليمان برضو كان بيضيع يعني ايه دي بص لو الناس حسبت دولار 14 ثانية بالزبط انا حسبتهم مع جلال فوق في المونتاج حسبناهم بص برضو يعني ايه الفكرة بص حط الكرة على الارض ويمسيكا بيودها مرة واثنين وثلاثة ايه دي يعني وجمول زي مالك سعيدها بقى في صوت الملعب زام 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 بص بقى ما الكرة تتقطعنا حواريك بقى من ضمن الاختارات السياقة جدا لزمالك انتراض دا متابة ومن ضمن الاختارات السياقة في اجانب الزمالك عموما بص الكرة دي هتوصل لمتابة فين وقف بقى هنا بص كام اوبشن دي هدم حلوة اللي هو العيب سبو حد دهلك في مكان مميز جدا اللي هو انت ممكن تشوت تتمرر ويسيف وناصر ويسيف وناصر وعبدالله اوبشنز كتير الراجل تتصرف التصرفات بقى اللي اسوأ حاجة في الكورة اللي هو متعافش تتصرف اصلا اللي هو لا شيء اللي هو يعني اللي هي شيء